فهد 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 تنكر ان انت زعلت من طارق العلي يوم وفاة والدتك انه ما يالك عزاك هو غيره يعني كثير ايه اوه جمال ردهان بالاسم نقولها ايه طبعا طبعا انت زعلت من انه جمال ردهان هو كان زوج خالتك وكثير يعني في علاقة اسرية وما قام واجبه انا لا ادل ان تسألين هذه الاسئلة لا اسأب اقولها ولكنها ما قلت شيء لان انت طلعت وتحجيت في لايف تحجيت عن وايد ناس ترى وايد يعني انا العرفة الاثنين هذا امانة وايد ناس حقوتي فيهم كانت اكبر من شدي اقراب بالنسبة لي حين وما حصلتهم في يفاة والدتي يعني في ناس تزوا تساب وعلاغتي معهم عيش وملح جمال ردهان والدتك الله يرحمك هاتحبة كان زوج اخته والله ماي يعني انا اكلهم كل تقدير واحترام ما بي اتكلم لان هما يعني هما لهم قدر كبير بالنسبة لي وانا ما اجذب اقول لك انا يعني ما صعقت او ما خذلت ولكن كل الناه ظروفة وهذا ما يعني ان انا اقول هذا الكلام عذر لأي شخص قلن من قدري ومن قدر ترى ما في اقرب من الوالدة ما في احد يسوا الدنيا ام ما قاله او اب ما في احد يسوا اللي يقول ليش تزعل عشان احد ما وجبك ثمك والله انك انت اللي ما تفهم وانت اللي ما تعرف شوني يعني الام انا بعد امي شونه بتسوي لي ما يفرق معي انا عندي يوم الله يرحمها وهذا اليوم كنت اعتقد في ناس كثار بلاقيهم يمي يمي وما حصلتهم يمي وهذه سنة الحياة اليوم هذه المواقف هي اللي تخلي الواحد يعرف منه صاحبة ومن اللي معاه في الشدة ومن اللي معاه في الرخة ومن اللي يضحكه ومن اللي يبتشي هذه المواقف تحصل لنا اليوم على قد مآسيها وعلى قد تعبها اللي هي مشخالة في الحياة تبين لنا الطي وتبين لنا الردي وانا اكتشفت ان فيه يعني عفوا مع خلاص احترام التقديلي فيه كثير رداية في المحيط اللي كانت فيه فهد فانا عملت مشخال مفيد بالنسبة لي هو زعل ما اقدر زعل ولا لوم ولا اعتاب ولا تقول حساف حساف اكثر حساف لان انا ما زعل الا على الشخص اللي يهمني لا يمكن ازعل على شخص انا ازعل على اللي يهمني فقط اللي ما يهمني ما زعل عليه وانا ضد اي شخص تقول حقه انا زعلان عليك هو شخص غير مهم الزعل اللي يستحق الزعل الزعل اللي تهقي فيه الشخص اللي تكبر هقوتك فيه يعني هذا اللي ازعل هذا اللي شسمه اما اللي تقول عليه حسافة هذا انت جمعتك فيه تفاصيل اشياء حلوة واشياء حلوة وعيش وملح وعشرة وكان بالنسبة لي شيء كبير ايه يعني وهو ما احترمها فهذا شأنه ويرد اصلا ويردني اصلي ولكن هذا لا يعني ان انا ما صفيت فيه اشخاص انا كنت اشوفهم في مرتبة وسقطوا ما اشوفهم في مرتبة اخرى لا هم سقطوا يعني طاح من المرتبة نهائيا انه والله ما اشوف وهذه سنة الحياة في النهاية واعتقد يعني ان شاء الله يعني ما يقولوا لي هذا هذا اقل شيء حقك 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 في وفاة والدتي شخص عزيز علي شخص لو لا انا موجود في الدنيا شخص تحملني شاني تسعة تشهر في بطنة وشخص تحمل مشاكلي وشالني وحبني وخاف علي حتى من من نسمة الهوى تعورني ما فيني خير اذا انا ما يعورني او ما تعورني هذا الموقف فهد شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة